موضوع اليوم موضوع حساس وموضوع مهم جدا لكل جزائريين داخل وخارج الوطن لماذا لان ظهرت حقائق والحقائق هذه لانصدمت بعض وسائل الاعلام الجزائرية وحاولت في الفين وخمسطعش تغير الرأي العام في قضية اسمها بقضية اسمها ياسين ابراهيمي اصبح الشغل الشاغل لكل الجزائريين قضية واحدة ووحيدة اسمها ياسين ابراهيمي يذهب سوف يذهب الى الكيان الصهيوني لكي يلعب ضد الكيان الصهيوني اي التطبيع بين قوسين لكن الحمد لله ياسين ابراهيمي لم ولن يذهب الى الكيان الصهيوني ياسين ابراهيمي تحجج بالاصابة هل حقيقة لا ادخل انا في النوايا اللاعب هل حقيقة تحجج او لم يتحجج بالاصابة لكن الحقيقة الوحيدة والمهمة ان ياسين ابراهيمي لم يلعب في الكيان الصهيوني ولم يسافر مع ناديه بورتو رغم ان ياسين ابراهيمي في سنة الفين وخمسطعش والفين وستععش قطعة اساسية في نادي بورتو البورتوغالي ياسين ابراهيمي في الفين وخمسطعش خرجت قناة معينة معروفة وبعض القنوات ليس قالت واحدة فقط قالوا حرام حرام يلعب ياسين ابراهيمي في دولة او ما يسمى دولة الكيان الصهيوني حرام ان يسافر وان يطبع حرام فتوى خرجوا فتوى في الفين وخمسطعش قل لك حرام ما معنى حرام انا لما نسمع كلمة حرام معناها حرام مثل محرامات اللي نعرفوها الخمر اكل الخنزير اكل في رمضان يعني افطار في رمضان عمدا هذه محرامات نفس الشيء انطبق على ياسين ابراهيمي خرجوا له فتوى من الامام شمس الدين خرج له فتوى اللي في قناة نهار ذكرتها ولي كان يشتغل في قناة نهار فتوى حرام على ياسين ابراهيمي انه سافر الى يلعب مع فريقه في دولة ما يسمى دولة الكيان الصيوني حرام حرام اسمع مليح حرام في الفين وعشرين يشاء السميع العليم باش نعاود من السيناريو باش نكشفو الوجوه باش نكشفو الوجوه خمس سنوات عن حادثة ياسين ابراهيمي والحمد لله ما يلعبش في كيان الصيوني خمس سنوات فقط خمس سنوات في الفين وعشرين لاعب جزائري متكون في الجزائر وليس مغترب ويلعب في نادي جزائرين هذه بارادو يحترف في نادي نيس من بعدها يروح الى يسافر الى تل ابيب رغم انه دولة الكيان الصيوني اصلا مش كلمة دولة ما يسمى بالكيان الصيوني يسافر الى ما يسمى بالكيان الصيوني رغم انه نيس مقصة مقصة من دور الاوروبي الدور الثاني مقصة مرتبة اكي عارفينها ما قبل الاخيرة ولا الاخيرة مقصة اينك يا قناة النهار قناة زوتشي تيفي اين الاعلام الجزائري اين الفيسبوك انتع 2015 اين الشعب الجزائري تاع 2015 انا نحضر معكم باحترافية انا لا الوم بوداوي ولا الوم عطال اللي الحمد لله ما سافرش لانه مصاب بقى في نيس لا الوم بوداوي لان انا انا مانيش نخلص في بوداوي مانيش نعطيه في الاورو وايضا الفلسطيني خوتنا ما همش هم اللي يخلصوا في بوداوي بالاورو انا بش نفهم عقليات الناس كان الناس تقراها من جانب احترافي انا نعرف احتراف مقدر ظروف بوداوي لكن انا كلامي اليوم ردا على ناس 2015 اين هو الشعب انتع 2015 اين هي الخلايا النائمة ما يسمى الفيسبوك وجماعات بارادو وزدشي كنت تقولوا بللي بوداوي تعمد الحصول على البطاقة الحمراء كي لا يلعب مقابلة الكيان الصهيوني ما يسمى الكيان الصهيوني رغم انه مقابلة من بعدها يلعب معالي فاركوزم بللي فاركوزم باش يروح يكون اساسي يلعب يقدر يلعب تروح له بطاقة الحمراء ها تحاوسوا تأوتوهم الناس بلي احتراف واحتراف و2015 هذا ما قلتوش على ابراهيمي احتراف اعلاف في 2015 ما قلتوش ابراهيمي هو حر يحب يسافر ولا ما يسافرش لان بورتو هو اللي خلص ابراهيمي هو اللي يعطيه الاورو ما نشانا ولا اخواننا فلسطين يعطوه الاورو ما قلتو هاش هذي قلتو حرام والشعب الجزائري كله ضد ابراهيمي يا ابراهيمي حذاري دير كما دار حليش ما تروحش للكيان صيوني يا ابراهيمي حرام اه كين اللي قال ابراهيمي كل يلعب في الكيان صيوني ما نحتاجوش المنتخب الوطني هاوراح هذا مشو ابراهيمي ما لعبش حمد الله هذا سافر الى الكيان صيوني يلعب ما يلعبش اساسي هذي ما تخصنيش احتمال كبير يلعب اساسي احتمال قادر يكون احتياطي لكن المهم المهم والاهم انه سافر سافر ها وينو يا الشعب الفين وخمسطعش وينكم وينو الشعب الجزائري تاع الفين وخمسطعش اللي كانوا ضد ابراهيمي وينكم يا اعلام ما اللي تقولوا رانا حياديين بقوصين هتكلموا سيد خلاص سافر سافر الى ما يسمى الكيان الصيوني سافر سافر هتكلموا هقولوا كيفاش تقدروش على بالي لما تقدروش ويعرفها هذي اجابة مش انا اللي نعرفها يعرفها للشعب الجزائري كامل سرب واحد ووحيد لانا النادي اللي خارج منه هو نادي زطشي بوداوي خارج من نادي زطشي اما ابراهيمي شكون شكون اذا ابراهيمي ابراهيمي لاعب مقترب جاي ملهيه بعبارة ملهيه ملهيه ما يعني ناج نطيحو عليها بس صح هذا هذا ودي حبيبنا ما نقدروش نعذره اي روح الاسرائيين روح مع الاحتراف هو احتراف عادي في الفين وعشرين اصبح احتراف وفي الفين وخمسطاعش جريمة وفتوى فتوى حرام حرام اش تلكي بمكالين اول واحد نشكره اللي اختارعنا الانترنت وثاني شخص نشكره جوجل لان هذا ما الزوج اللي قدرنا نكشفوكم كثر خير الانترنت و جوجل اللي كشفتكم اه مش عيب مش عيب اني قلت او نعودها انا والله ما هو اني شه رب بوداوي لانه يلعب في نادي تحتم علي الامر كان قادر لكن انا نقولها بس هذا رأيه الشخصية كان قادر يدي القالب يدي الحاجة تسباك يما نقوله ولا يتحجج باصابة يدي الروح مبليسي وما يلعبش لكن ما هو ما درهاش هالي تبقى ليه هو واني قلتها وانعودة انا مانيش ذرد بوداوية مش نسفها مني مليح مانيش ذرد بوداوية بسمع مليح عاش ما عاد ذردش يبارادو مانيش ذرد بوداوية مش نحطهاكم في بالكم انا ضد النس 2015 انتع 2015 كي قالوا حرام حرام على من على ابراهيمي وفتوى داروا فتوى حرام وذركة داروا فتوى تقدروش تقدروش علاش ودى حبيبنا والدى حبيبنا الله غالب الله غالب ما نقدرو نديروه له علاش ودى حبيبنا هنكون ديروا فتوى ونقولوا حرام هاو يتقلق زدش وكي يتقلق زدش هتروح لنا الحصريات وما نقدروش نجيبوا ليماج بقى هنا الحكاية مش حتى تزدر صراحة انا تفوى منا حرام بنصيونو جيمي لهيه نورمال معدنا حتى انتيري معاه بصح هذي فايدة انتعنا اه ارد بالك ما كانش حرام اه معليش اه بروفيسيونال هذي يسموه احتراف لما تسافر بأيصر الكيان صهيني احتراف بصح في 2015 حرام فتوى حرام الحمدولله زمان صعيب وكشف لوجوه زمان هذا كشف لوجوه وكل مرة نكتشفه حاجة جديدة ملتقنا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته